ما يظهر هنا سفينة تركية تنقب عن الغاز شرق المتوسط تجاوزت حدودها وتعدت على اليونان وقبرص لكن ما يخفيه الأمر أكبر من ذلك بكثير نظراً لما تحمله من أجندة جيوسياسية حسب مجلة فورين بوليسي المجلة الأمريكية أشارت في مقال لها إلى أن ما يريده أردوغان من المتوسط ليس فقط الغاز كما يدعي وأنما حنين إلى الإمبراطورية العثمانية نوايا يغلفها أردوغان بخطابات تحمل شعارات عميقة كالجغرافيا في قلوبنا وحدودنا الروحية وتشير فورين بوليسي إلى أن الرئيس التركي يتطلع إلى أن تصبح بلاده دولة عظمى بفرضها للأمر الواقع عبر تدخلاتها في سوريا والعراق وليبيا وأقليم كرباخ وصولاً إلى اعتداءاتها شرق المتوسط مؤشرات تحدثت عنها المجلة الأمريكية مستشهدة بنظرة حزب العدالة والتنمية إلى معاهدة لوزان لعام 1923 على أنها لعنة إذ يقول الحزب أن تركيا تنازلت عن الكثير غصباً كما في شمال سوريا والعراق ولعل ذلك ما يثبت نوايا تدخلها في تلك المناطق مقال المجلة تحدث عن أن كمال أتاتورك لم يكن يفكر بمغامرات أردوغان أبداً لا سيما وأن أتاتورك اعتبر معاهدة لوزان انتصاراً لتركيا لكن بالنسبة لأردوغان فإن إلغاء الخلافة والسلطنة العثمانية هو بمثابة خيانة وإنه ينظر للعالم على أن أزمة شرق المتوسط لا تتعلق في المقام الأول بالغاز بل بقضايا السيادة التي تعود إلى عقود من الزمن مشبعة بالطموحات الجيوسياسية القديمة والجديدة على حد سواء